آآ سازة نيفين أنا حصلت على لجوء آآ بسنة الالفين وواحد وعشرين. آآ. عفونا بالالفين وعشرين. قدمت على لم الشمل. للأسف أنا جانا يرفض بلم الشمل آآ مع العلم آآ أنا عندي عقد زواج نظامي. بس للأسف آآ بالنسبة آآ المشكلة اللي صارت آآ أنه أنا آآ كانت منافية للواقع. آآ فأنا خلت رفض للم الشمل. آآ طيب ممكن أعرف بالزبط ايه هي الاقوال المنافية يعني هل انت قلت اسمي زوجة او بيانات زوجة او قلت ان انت اعزب وبعد كده رجعت وغيرت الكلام في المقابلة اللي بعدها لا انا خبرون اي سنة انت خرجت من سوريا انا خبرت ان خرجت من سوريا بسنة الالفين وتلاتعش ولكن انا دخلت على سوريا بقصد عقد الزواج ولكن بطريقة غير شرعية انا دخلت على سوريا عملت عقد زواج وتلات بتاريخ الالفين وتساطعش انا عقد زواجي بتاريخ الالفين وتساطعش فمقارنت مطابقة الاقوال المحكمة رفضت تعطيني لما الشمل وما اعترفت على عقد الزواج تبعي تمام طيب جالك بشايد نهائي من المحكمة ولا لسه دي اول درجة عند البي افا بس لديك رفض انا للأسف جاني لمن البي افا للرفض السفارة بلغتني بالرفض وما عطتني مهلة غير اربع ايام بس لعمل طعن طبعا هذا الكلام قديم من سنة هذا الكلام كلياته من سنة للاسف اذا الكلام ده عدى عليه كل الفترة دي للاسف هيكون صعب ان تمشي اجراءات لم الشمل بتاعتك هتحتاج كده ان انت تعمل لم الشمل بس تحسرين عن طريقة عقد عمل الاجراءات عدى عليه اكتر من سنة يعني خلاص لا فيه طعن ولا فيه شيء نقدر نعمله طيب وضحت الصورة سيدا عبدالقادر شكرا سيدا عبدالقادر انا لسا ما بس بدي اسمر بالقصة لو سمحت الدكتور ما عليس طيب تفضل بس فوق قاله عشان في عندنا اتصالات كتير تفضل نعم تكرم انا طبعا ما قدرت اعمل لشو سموططعن لكن جبت زوجتي على المانيا فيزا دراسية جبتها هون وحاليا هي حامل بدي بدي طريقة لتظل فيها هون فما بعمل شو الاجراء اللي ممكن واحد ممكن نعمل انت في عندك طريقتين تمام اول طريقة ان زوجتك اذا حامل بتجيبها هنا هو وتولد الطفل هنا بالنمسا تمام وبتسجل الطفل هنا على اسمك بالنمسا فهو بيطلع له اقامة زيك انت بالزبط وبالتالي بما ان هي ام الطفل وبتكون هي اللي عم عندها حق الحضانة ليه فهي غالبا بيطلع لها كمان اقامة معا هنا دي اول حل اول حل التاني هو ان انت بعدين تعملهم لم شاملة عن طريق عقد عمل ليها هي والبيبي لما يجي